عايز عليك بقى على بديل إمام عشور النهض سيف جعفر كان له بعض المميزات وبعض السلبيات المميزات والسلبيات حضراك تقول لي عنها جميل هي النهاردة اعتبر أول تجربة كبيرة لسيف الاعتماد عليه بشكل أساسي سيف ظهر على فترات مع زمالك الموسم الماضي وكانت حاجات مبشرة ولكن ما ثبتش نفسه بشكل أساسي صح النهاردة كانت الإجابة عن السؤالين كانوا متجاوبين هل سيف لعب مبشر؟ نعم لعب مبشر سيف بيعمل حاجة مميزة جدا فيه تمريراته دايما لقدام وبتعمل شكل هجومي مميز للزمالك تعال قبل ما نتكلم على يعني ناخد الشق الأول اللي هو إيه اللي الزمالك ممكن يستفده من سيف جعفر وعلى فكرة تغييره بين الشرطين كان بالنسبة لي غريب لأنه كان من الموجدين في الزمالك في الشرط الأول تعال نشوف اتجاهات تمريرات سيف سيف أما الكرة بتبقى في رجلو بيمرر إزاي هتلاقي حاجة مميزة جدا في سيف تمريراته مقارنة باللعبين اللي بتلعب في زحمة وسط الملعب لأ أغلبها لقدام يعني هنا اتجاهات تمريرات سيف يعرض نشوفها الصورة اللي فيها اتجاهات تمريرات سيف جعفر هتلاقي أغلبها لقدام يعني قبل ما نخش اللقطاتنا بص على التمريرات بتاعة سيف جعفر يلا هتيظهر حالا دلوقتي عموما هي أغلبها لقدام دي هنا بص هنا الديريكشن هتلاقي لقدام أكتر من نص الكرات وده رقم مميز للعب بلعب في عمق البلعب على فكرة يعني 46% منهم لقدام و38% حتى منهم جانبية و15% بس كلمرات للخلف يعني دي رقم كويس جدا بالنسبة لسيف تعال نشوف بقى باللقطات ده كان بيأثر إزاي في الزمالك في صناعة فرص سيف صنع 3 فرص للزمالك في الشوت الأول وده عدد كويس على فكرة تعال نشوفهم وأول دي في أول ديئة من المباراة تعال نشوف هنا سيف حيمرر إزاي؟ لا معلش دي لقطات سيف الجزيري إحنا عايزين سيف جعفر بقى عشان وكان عندنا كوندوم وقارنة بين سيف وعمر جمال لا إحنا حنروح ننتقل الأول لسيف بص هنا في أول دقيقة بص هنا الباص الباص لقدام وقفل أول ما الباص حتى وقفل فينا مشكلة عند سيف يعني لو نرجح فريم واحد بس الباص ده لو الفروت سريع شوية يا كريم يروح يجيب جون صحيح يعني الباص طالع من سيف جعفر لسيف الجزيري يروح يجيب جون بغض النظر أن سيف الجزيري هنا أخطأ في الاستلام واستلام لورا وعطل الهجمة كمل بقى ونشوف اللي بعد كده لسيف جعفر كان بالصرف إزاي في التلت الأخير حتى الكرة العالية لعبها بدماغه بشكل كويس صنع منها خطورة جيدة جدا لزيزو دي من الحاجات اللي كانت قريبة للزمالي كلها باتمرت على رجل أو دماغ سيف جعفر تعال بص في نهاية الشوت برضو دي بص التمرينة بيقدر يعد بيقدر يتجاوز بيعرف يطلع زيزو بشكل جيد هنا سيف جعفر كانت تمريراته الأمامية جيدة أنت قلت بقى سؤال ممتاز جدا إيه ليه؟ ليه سيف مفردش نفسه الموسم اللي فات وإيه المشاكل اللي هتواجه الزماليك في وجود سيف جعفر بس هو ما كانش ده الإجابة بتاعته سيف اتغليه بين الشوتين سيف تعال بص على أرقامه الدفاعية في الشوت الأول في مباراة الزماليك فيه مشكلة حقيقية عند سيف الأرقام الدفاعية الأرقام الدفاعية مش متنسبة مع فريق بيحاول ياخدوا الكرة لا سيف الفوسبو الكرة طول الشوت أربع كرات خدهم سيف منهم التحامات نكحة اثنين يعني فيه كرة مثلا من الأربع دول واخدها لما اللي هي زي يقول كرة مالهات صاحب وسيف لماها قطعوا الكرات زيرو تصدي اللي هو عمل بلوك لأحد اللاعبين مثلا هو بيسدد أو هو بيمرر زيرو الفوسبو الكرة التانية وحدة بس يعني شفتنا مثلا بيقول لعبة فرقك بيفوسبو الكرة التانية ثلاث مرات في لقطة واحدة الالتحامات الهوائية واحدة فدي الأرقام هي دي مشكلة سيف فيها جزء بدني يعني هو محتاجين يعني محتاجين من لعب اللي بيلعب في مركز عشرة في نادي حيروح ويهاجم ويدافع وكلام من ده يبقى فيه قوة بدنية قوة في الالتحامات ما يبقاش اللعب يعني اللامسة الجمالية مطلوبة ودي كم جدا بسير العشرة التقليد بتاع زمان ده اللعب الحريكي صاحب الكرة ده يعني كاب تتهد كده عصر زيدان وكمتر حازم إمام انتهى فإحنا في عصر دلوقتي لعب الوسط اللي هو بيمثل إضافة هجومية وفي نفس دلوقتي ركيزة من ركائز الدفاع فسيف محتاج يشتغل عالجانب البدني ومحتاج يشتغل على التحاماته وقوته البدنية عشان تساعد ان هو يكون وسط الزبالك ومش مستباح في وجود